اعلنت وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة انه تم اعطاء الانطلاق الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن ابتداء من فاتح يناير الفين واربعة وعشرين ستمكن المنصة الرقمية دعم السكن التي تم اطلاقها ستمكن المغارب الذين لهم الاهلية من الاستفادة من هذا البرنامج الذي اعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في السابع من اكتوبر الماضي كما افادت الوزيرة ان الهدف من خلال تنفيذ هذا البرنامج الجديد هو الاستجابة للطلب الكبير الذي عبرت عنه كل من الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المنخفض وكذا الطبقة المتوسطة عبر مساعدتهم ومواكبتهم في الحصول على سكن اللائق وذو جودة ستمكن منصة دعم سكن بوائم ام من تبادل البيانات بين مختلف الشركاء لتنفيذ هذا البرنامج وذلك في الاجال المحددة وفي اطار تبسيط الاجراءات والمساطر حيث اصبح الولوج للنظام المذكور رقميا بالكامل بالاضافة الى توفير جميع الخدمات عبر هذه المنصة ترجمة نانسي قنقر